اشتركوا في القناة 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 توصلوا معي وتقولولي. لانه احنا مفيش يعني كتاب بتشترهوه. احنا عاملين لها او موزعينها عليكم. فانا عايز اطمن انها مع كل حد فيكم. طيب. احنا كنا قلنا ان الطلب ان احنا عندنا الطلب ده تعريف الطلب. طيب. تعريف الطلب ده بيقول انه الطلب ده يعني ايه? يعني مش 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 بقولك سعر الطلب. مش بقولك اللي هو عبارة عن بيطلع لي السعر السعر مضروب في كمية بيديني قيمة السلعة. هو مش لهو كمية ولا هو لهو سعر ولا هو قيمة. هو كمية. كمية يعني ايه? يعني اعداد. يعني اقول انا عندي اقول عندي ده عدد. اه لكن اقول ان دول مثلا بهوندرد يبقى ايه توتل ايه تايم اوندرد ايه كول ده ده ديه ايمة الخمسة كام? سعر الواحد هندرد ده السعر. لكن الكمية هي الخمسة. الفايف. الفايف فعشان كده احنا بنقول كمية. مش سعر. مش نتكلم على اللي هما المستهلكين. اللي هما الناس اللي عايز تشتري البرودكت ده. يعني هي يعني قادر وراغب. لازم يبقى دول قادر وراغب. تمام? قادر يعني وراغب يعني يعني ايه برضو? يعني قادر يعني مع فلوس يعني مع فلوس يشتري. عنده قدرة مادية لشراء السلعة. يعني عنده الرغبة. يعني هو يريد شراء هذه السلعة. وعايز السلعة دي. ومحتاج السلعة دي وعايزة. يبقى لازم دول يبقوا موجودين. كنا حتى بنشرح دلوقتي في المحاضرة الفيزيكل. آآ كنا بنقول آآ لو انا مسلا حد دلوقتي جيت داني آآ عربة سجاير. وقال لي عربة سجاير دي بمية جنيه. هقول له صوت يعني. آآ انا مش عايزة. فانا مش عايزة. انا مش عايزة عربة سجاير. يبقى انا غير راغب. بس انا معايا مية جنيه. معايا امتين جنيه كمان. معايا الف جنيه. بس انا مش مش مدخنة. مش باشرب سجاير. يبقى انا ليه هاخد دربة سجاير. طيب لو انا باشرب. طب لو قال لي هدالك بعشرة جنيه. بخمسة جنيه. السوت برضو مش هشتريها. حتى لو ببلاش مش اخدها. انا مش عايزاها. انا مش مدخنة. يبقى انا غير راغبة في شراء. مع اني قادرة على شراء. طيب لو جيت ايه نفس انا بدخل. وحد قال لي انت عارف ان السجاير قلبة السجاير بقت بمية جنيه? هقول له يا خبرة بيض. مية جنيه ده انا كنت بجيبها ويا بخمسين بالعافية. معناها ايه? ان انا بقت غير قادرة على شراء. لكن انا راغب. انا عايز اشتري السجاير ومحتاجها جدا. بس انا بقت غير قادرة لانها غريت جدا عن امكانياتي. ببقيت غير قادرة على شراء. تمام? فيبقى لازم يبقى موجودين. انا مدخل. يبقى راغب. وانا قادر معي فلوس. قلبة السجاير. يبقى 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 على السجاير. يبقى لازم يبقى حتى فصحه غلط ساعة اجيبلكو يعني اقول لك آآ آآ الكونسيومرز ار ايبل تو برتيس. دي غلط. طيب كونسيومرز ار ويلنج تو برتيس غلط. لازم يبقى ايه? كونسيومرز ار ايبل اند ويلنج تو برتيس. عندهم القدرة والرغبة في الشراء. تمام? لازم الاتنين دول يبقى موجودين. عشان يتحقق ايه في الاخر? يتحقق الايه? عملية الشراء او تمام? طيب. يبقى احنا كده في تو كوندشن. ايبل اند ويلنج. ان ديفرنت برايسس يعني لما البرايسس تزيد او تقل. ابس ان لاونز. اد سيرتين تايم. في وقت محدد. لازم احدد المدة. يعني ما اجي اقول لك الطلب على شاي لبتون ايه? هتقول لي امتى? آآ سنة كام? آآ قبل المقاطعة ولا بعد المقاطعة? يبقى انا ايه? بحدد مدة. يبقى لازم يعني مع تحديد مدة زمنية ايه? معينة. طيب. آآ دي. ده تعريف بعدين من بعدها. قلنا في البيتش. آآ خلوني ادوني دقيقة كده. ستلنا هافتح لكم الماتيريال واشير. لحظة. نفتح لكم من على من على الفلاشة. ستلنا باركا. روانا لابن في ع spl من قصر لمن من على الفلاشة you لح ساعت بس اشغل الفلاش افتح لكم عشان اوريكم الكيرف واحنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه بصوا انا هامل شير اشتركوا في القناة احنا لسه كنا بنقول اللو اف ديماند بقولكم احنا نقول اللو اف ديماند ده اشتركوا في القناة يعني بتعلى كل ما الاسعار بتعلى كل ما الاسعار بتقل ده معنا ان فيها لقعة عكسية ما بين وما بين البرايسز تمام اه بعدين بيقول كل ما الاسعار بتتغير people change how much they are willing to buy يعني كل ما الاسعار بتتغير الناس بتتغير استيلها او بتغير طلباتها change how much وكم العدد الكمية اللي هتشتريها من اه بيبقوا اقل ان هما يشتروا كل ما الاسعار بيحصلها تغير طبعا بالزيادة بالنقصان برضو بتتغير تغير طفضلاتهم وبشتروا مور تمام the law of demand is based on the fact that when prices for a good raise people or raise people substitute away from that good to other goods يعني ايه يعني الديماند ده يعني بيتطفق او الارضية بتاعته ايه الارضية بتاعته تتطفق على او الواقع بتاعتها بيتطفق على ان كل ما الاسعار بتاعت البرودكت بتاعها وان الناس بتدور على وتبعد عن البرودكت ده وتشتري بروودكت تاني فبتالي منه بتقلي يبقى نخرج ايه بالكلام ده ان فيه علاقة عكسية انفرسلي ريليشنشيب بتوين والكوانتاتي ديماند تمام طب الكلام ده على الكيرف اهو انا عايزة بس من هنا اشوف جدول الطلب كان فيه جدول اه اه بصوا ده جدول الطلب تمام هو عمل ايه جاب لي اجزامبل برايس بير موفي اسعار بتاعت الموفي ماشي وموفي رنتل ديماند بيرويك اه يعني كأن احنا هو ده مثل قديم شوية احنا بنقجر في افلام معينة تمام فكان الايجار بدولار بيرويك كان بدولار وكان ساعتها عدد الافلام اللي بتتقجر كمية المطلوبة ناين يبقى لما كان الكيس الاولانية عند الحالك ايه كان الموفي رنت بدولار كان عدد الكوانتاتي ديماند المطلوبة منها تسعة لما بقت اتنين بقت الكوانتاتي كان تمانية لما بقت فور بقت سيكس كوانتاتي ديماند الپrices لما بقت 6$ الQuantity demanded بقت 4 ولما بقت 8$ الQuantity demanded بقت 2 which means انويندى prices increase from 1 to 2 to 4 to 6 to 8 الQuantity حصلها ايه reducted او نقصد او decreased from 9 to 8 to 6 to 4 to 2 which means انويندى prices increase بمثال رقم. الكلام ده هو كيرف قدامنا عملنا ازاي? رسمنا الاكسس. الاكسس دي اللي هي ايه? المحاور. تمام? فعملنا هي المحور الافقي اللي هو بيعبر عن الكوانتاتي. والمحور الرأسي اللي هو بي فور برايس. تمام? حط على المحور الرأسي دي وحط على المحور الافقي اللي هي الكوانتاتي الديماندة اللي في الجدول ده. فنزل الاسعار ونزل الكمية المطلوبة. وبدأ يرسم الكيرف. جي عند وان دولار ناين. فجي عند وان دولار اهي وان دولار اهي. وجي عند ناين وحط بوينت. اهو تقاطحهم الاتين مع بعض. وعمل النقطة ايه? ايه? طيب. جي عند 2 دولارز. لقى 8. فجي عند 2 دولارز و8. وحطنا نقطة بي. جي عند 4 دولارز و6. فجي عند 4 دولارز و6. وحطنا نقطة. وعملنا بوينت سي. جي عند 6 دولارز و4. عند عند 6 و4. حطنا نقطة تقاطح ونقطة دي. جي عند 8 دولارز و2. وحطنا نقطة بوينت ايه. وصلنا النقطة دي مع بعض. بقى ده اسمه ايه? الديماند كورف. تمام? طيب. حنرجع تاني. للسلايد هنا. بيقولي بعد ما فهمنا الديماند كورف ترسم ازاي وشفنا جدول الطلب. فبيقولي الديماند كورف. اذا جرافيك رسمه. طيب. حلو جدا. جرافيك ماله. بتعرض. of the relationship. العلاقة. between the prices. ما بين الاسعار. and the quantity demanded. والكمية المطلوبة. تمام? فبيقولي هنا. the demand curve is downward slope. يعني ايه? downward slope. as prices increase. كل ما الاسعار بتزيد. الquantity demanded decrease. كل ما الاسعار تزيد. الquantity demanded بيحصلها ايه? decrease. اهو. زي ما هنا عند b1 q1. عند b2 او b0 q0. فمما الاسعار زادت من b0 ال b1. الquantity demanded حصلها ايه? decrease او قلت من q0 لqa1. تمام? ده ايه? curve. ايه? طيب. الquantity باع shift in demand versus movement along the demand curve. ايه الفرق ما بينهم? هقولكو ايه الفرق ما بينهم? بصوا. لاحظة بس هفتح لكم الكيرف كده. خلكو معي. اشتركوا في القناة تمام يا ولاد معي. سنى عليكم الصوت بالموضة. سمعيني كده كويس بتهيق لي سوا. عليت الصوت شوية برضو. طيب احنا دلوقتي. ربما كنش اقفلت الصوت. لا تمام كده. لا تمام. الquantity demanded refer to specific amount that will be demanded by unit of time at specific price. other things other things constant. يعني معصبات الاشياء الاخرى. طيب. هو ليه بيقول لي كده؟ ليه بيقول لي other thing constant؟ لان فيك عوامل كتير جدا بتأثر في demand. تمام؟ one of them prices. يعني يعني ايه؟ يعني انت طول الوقت اللي فات يا دكتور وانت بتشرح لنا demand curve والquantity demanded والrelationship اللي بتعمل الموهمن. كنت بتتكلمي عن prices. عن quantity demanded وال prices. يعني تعالوا بصوا كده نشوف نرجع تاني للجدول. بصوا. احنا هنا في الجدول كنا منتكلم ايه؟ prices اهيه بتأثر ازاي على quantity demanded. حتى كنا عاملين هو على الاكس ده. بيأثر ازاي على q for quantity. تمام؟ طيب. تعالوا نرجع زي ما كنا. تمام؟ طب. اه ليه؟ لانه في عوامل اخرى بتأثر على demand other than the prices. يعني prices be affected demand that's true. وبيأثر على demand بيعمل ايه؟ اللي بيعمل حاجة اسمها movement along the demand curve. تمام؟ لكن في shift بتحصل ال demand curve. ال entire demand curve to right او to left. بنقول عليها shift off demand curve. ايه ال difference between them؟ ايه الفرق ما بينهم؟ بيقول لي الاول ايه؟ انت الاول لما قلتنا definitions بتاعت demand. قلت المومنت قلت نابت refer to specific point on the demand curve. طبعا. هي كانت بتشير لنقطة محددة على demand curve. يعني زي ما انا قلتلكو كده بصوا. ما نفتح الكيرف بتشير لنقطة معينة. خلينا نشوف الكيرف التاني اللي كان فيه ارقام افضل اهو. ده. كانت بتشير specific point على demand curve. يعني A, B, C, D, E. اللي هي نقطة الطلاق السعر مع الكمية. تمام؟ طب حلوة. بعد كده بيقول لي ايه تاني؟ ان demand tell us how much will be put at various prices. تمام؟ يعني قد ايه هنقدر نشتري من الاسعار المختلفة. A change in anything other than price that affect the demand curve. change the entire demand curve. يعني بيقول لي. اي حاجة غير prices هتأثر على demand هتأثر على الكيرف برضو. بس هتعمل ايه؟ هتنقل ال entire curve من مكانه. هنشوف ده هيحصل ازاي. A change in the entire demand curve is a shift in demand. بنسمي بقى حركة الكيرف دي كاملة shift in demand. طب هو بيقول لي عايز يوريني الحركتين بيحصلوا ازاي عالكيرف. دي number one. الشفت ده. الشفت ده يسميه ايه؟ movement along the demand curve. خلاص؟ يعني ايه؟ قال لي يعني لما الاسعار بتتغير من one dollar to two dollars. الكمية قلت من الميتين من two hundred to one hundred unit. تمام؟ فاحنا actually انتقلنا من البوينت A للبوينت B. بس along the demand curve. يعني الحركة دي انتقلنا من نقطة لنقطة على منحنة طلب نفسه. هل منحنة طلب ده تحرك؟ يمين او الشمال؟ هل منحنة طلب ده تأثر؟ لا. احنا بس حصل لنا اتحركنا من البوينت A للبوينت B along the demand curve. تمام؟ طيب. لكن هنا الشفت in demand بقى بيحصل ايه؟ قال الشفته in demand بيحصل انه demand curve بينتقل كلية. to right او to left. يعني demand curve كله تحرك to right او to left. طيب ليه تحرك to right او to left؟ ده اللي بنسميه ايه؟ shift in demand. تمام؟ لو بيقول لي a change in a shift factor causes a shift in demand. يعني لما بيتغير اللي هو عامل العامل الحركة دي اللي احنا هنقولها ايه هي 5 determinants او 5 factors دي اللي بتعمل الشفت ده. demand curve كله بيتحرك. طب احنا عايزين نفهم هو ليه تحرك؟ تعالوا الاول نشوف العوامل وبعدين نرجع لي curve نفهم. بيقول لي shift factors بقى in demand دي قال لي ايه؟ انت كنت بتقولي ان prices بيأفكت demand curve. طب حلوة جدا. طيب هل في حاجة تانية غير الاسعار بتأثر على demand curve؟ قال لي او طبعا في حاجة غير الاسعار بتأثر على demand curve. في 5 factors. الاسعار لما بتأثر على demand curve قال لي بس بتموف demand curve from point to another point زي curve ده. يعني السعر هو لما تغير من دولار لتنين دولار انتقلنا من النقطة ALB بس على curve نفسه. لكن لو اي factor من factors دي من 1 to 5 حصل فيها تغيير الحركة بتبقى بالشكل ده. ان demand curve كله ينتقل to right او to left. عايز اقول لكم على حاجة عشان نحفظ الموضوع ده. اللي هي ايه؟ يعني بيقولي ان shift in demand curve ده بيقدي انه in demand curve كله بيتحرك to right او to left. فده ممكن نعمله نربطه ازاي عشان ما ننساش. قال لي ببساطة شديدة ان انت ممكن تقولي انه ده group عشان دول group of factors عددهم كبير فقدروا يحركوا demand curve to right out to left. تمام؟ ليه؟ لان عددهم كبير. طيب. لو هو عددهم مش كبير. لو عددهم factor واحد بس زي البرايسز. فالهم انت تبقى along the demand curve from two. شكرا تسلم ايديك. تسلم ايديك امتحرك. اسلام ايديك امتحرك. تمام؟ لان هما group of factors. بصوا five factors. one two three four five. فعملوا shift ال demand curve from place to another place. تمام كده؟ طيب. تعالوا بقى الاول نشوف factors z بتقول ايه؟ عشان نفهم. طيب هنرجع هنا اهيه. factors z بتقول ايه عشان نفهم؟ قال لي ايه؟ ال income. the prices of other goods. the taste. the expectations. the taxes and subsides. تمام؟ او خلونا نمسك واحد واحد. اااااااااااااااااااااا خلوني كمان اقول قلوكم على فاكتور مهم جدا احنا بنقول عليه consumer numbers. هو موجود عندنا برضو في الكتاب. بس مش موجود في ليسوا دي ونحط لقناها موجودة في الكتاب. بس هنمنشن دي وهنقول دا وهنقول دا. اولا او خلينا نقول او دخل المستهلكين او دخل المجتمع ازاي بيأفكت هيقصر ازاي? قال لي ايه? قصوا. هنلاقيها عندنا عشان تبقوا معي برضو من الكتاب. دي هتلاقوها بيتش سكستين. تمام? والفاكتورز دي ازاي بتأفكت الديماند? هتلاقيه شرح حالك في بيج سيفنتين. كل واحد الكريز والانكريز بيأثر ازاي? تمام? وشيسم لك الشفت اف الديماند كرد. دا موجود في الكتاب. لحد صفحة تمنتاشر. وبعدين عامل ما بين الاتشينج في الكوانتاتي ديماند والاتشينج في الديماند او اللي هو الموفمينت الانج والموفمينت اف ديماند كرد في صفحة تسعتاشر في جدول في اختصار. وبعد كده بيتش عشرين بدأ يمسك لك دي ويشرحها لك بشكل مفصل. تمام? طيب. احنا هنشتغل بقى في الشكل المفصل. احنا ورناكم الكيرف هنا. وسنشتغل بقى في كل واحد معنى ايه? الكونسيومر انج. قال ليه? تفتكري ايه العلاقة ما بين الدخل وما بين الطلب? يعني هل الدخل لما بيزيد او بيقل بيقصر على الطلب? ولا ملوش تأثير? قال لا طبعا بيقصر. ازاي بقى بيقصر? قال لي ببساطة شديدة. هل انت لو دخلك? الف جنيه في الشهر? زي ما يكون دخلك? زي ما يكون دخلك? زي ما يكون دخلك? بتاعتك انك انت مش بتزيد كل ما الانكم بتاعك بيزيد? قال لي اه طبعا. يبقى معنى كده ان الانكم بيقصر? طبعا بيقصر. طيب. خلونا اسألكوا السؤال بشكل تاني. هل الانكم لو زاد الديماند هيزيد? هتردوا عراية تقوليه طبعا يا دكتور كل ما دخلنا بيزيد احنا بيزيد الطلب على مختلف السلع والخدمات بنشتري اكتر. طيب حلوة جدا اجابة جميلة. كل ما الدخل يزيد الطلب بيزيد. طيب بس الطلب لما الدخل بيزيد الطلب بيزيد. هل ده على كل انواع السلع? بالسؤال اللي بعده. هل كل ده على انواع السلع? هقولك لا طبعا. انت لو سألت اي حد مش درس ايكينوميكس? هيقولك اه كل ما الدخل يزيد طبعا كل ما فلوس تزيد اه 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 طربي على مختلف السلع والخدمات هيزيد احنا بنكلم عن ناس النورمال بيضوية يعني عشان في ناس يقولون لا لو حد بخيل مهما زاد هيعود يحوش احنا بنكلم عن ناس الطبيعية. مش بنكلم على الاكسيبشن. احنا بنكلم على النورمال كيس. النورمال كيس انه كل ما الدخل بيزيد طبعا الشراء عايزيت. لكن قال لي بقى في الاقتصاد لما انت تكون درس اقتصاد وترد بساينتفك ترم او بساينتفك انسر فانت لازم ترد باجابة ايه? باجابة علمية. فبالاجابة العلمية دي تقول ايه? تقول لأ. لازم تقول لي انت بتتكلمي على اي طيب من البيتشيسنج او اي طلب انه ديماند على انه برودكت. لان انا عندي تو كلاسيفيكيشنز للبرودكت. تصنيفين للبرودكت. one of them called a normal product. with the other called الانفوريور برودكت. تمام? النورمال برودكت دي قال لي المجورتي اوف برودكت كولد نورمال. يعني معظم السلع لفي السوق هي normal برودكت. معظمها normal برودكت. لكن في بعض السلع بنقول عليها انفوريور. خلينا اقول لأول اكزامبل النورمال. اكزامبل النورمال. الكلوذيس نورمال. الكارز نورمال. الهومس نورمال. اللاند نورمال. الفود برودكت نورمال. كل دي نورمال. هي المجورتي زي ما قلنا. تمام? لكن الانفوريور برودكت قال لي دي برودكت اللي هي بنقول عليها للليميتد انكم بيبل. يعني الناس اللي دخلها محدود. خلينا نقول اكثر واقعية. مثلا الناس الفقراء. الناس الفقراء بيكلوا اكل معينة. بمعنى انه اكلهم ما بيبقاش مثلا فيه بروتين حيواني. ما بيبقاش حتى نورمال فود. بيبقى خلينا نقول عليه بدل انفوريور دي نقول عليه بور فود. هي كلمة انفوريور في اللانجوتش معناها رضيقه. اه يعني سلع رضيقه سلع سكندهنديا سلع اي كلام يعني. فهو ليه بيطلق عليها كده? لان هو بيعتبر ان اكل الناس مسلا خلينا احنا هنا في مصر انه الناس او المحدودة الدخل بيكلوا ايه? قال بيكلوا اكل مسلا زي فول طعمية مسقعة بتنجان عدس دي اكل اسمه ايه? ماشي? اكل الناس اللي محدودة الدخل. تمام? فهو بيعمل ايه? هو بيقول لك ان السلع دي سلع ناس دخلها محدودة فهو بيقدر يستعمل السلع والخدمات دي او يشتريها لانه مقدرش يجيب لحمة فراخ اه هدوم جديدة حتى لما بيجي يستعمل يستعمل مسلا يوزد كلوديس واخدها من حد او شاريها من اوعد الاسواق اللي بتبيع اليوز اه يوزد مسلا ماشينز يوزد كل حاجة بيستخدمها يوز او 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 بمعنى صح اه انفيرير بوي قول انادر يعني فبياكل فول طعمية طيب دي اسمها الانفيرير برودكت طب هرجع تاني للسؤال بتاعنا ياولين لو انت دخلك زيت طبيعي انك هتشتري مور من السلع النورمل صح? يعني هتجيب هدوم اكتر هتاكل اكل افضل هتاكل احلى هتشتري اكل فرخ ولحمة وسمك هتدلع نفسك بقى دخلك زيت كنت بتاخد الف بقيت بتاخد خمسة كنت بتاخد الف بقيت بتاخد عشرة تمام? طيب لو حصل ان دخلك زيت هل هتشتري من انفيرير برودكت برضو اكتر? يعني لو واحد كان مسلا دخله قليل ودخله حصل انه زيت هل هيشتري من انفيرير برودكت من الفول والطعمية كان بيشتري بعشرة جنيه هيشتري بخمسين جنيه فول وطعمية? هيشتري بخمسين جنيه هيزود شراء من كان بيجيب من عشر قطع هيجيب خمسين قطع? لا طبعا هيعمل ايه? هيعمل يعني ايه? هيتحول يعني هيقول لما ربنا كرمني كده انا مش عايز اشوف الفول والطعمية دول تاني. انا هشتري من السلع الايه? هشتري بقى لحمة. هشتري فراخ. هشتري اكل حلو وبقى كان نفسي فيه. هحسن معشتي. هشتري هدوم جديدة من محلات كان نفسي يبعدي عليها ونفسي اشتري منها. هشتري اه ماشينز جديدة. يبقى معنى كده انه ايه? انه هيقلل الشراء او الديماند بتاعه هيقل على الانفيرير برودكت. وهيزيد على ايه? النورمال برودكت. تمام? يبقى معنى كده انه انه حصل انه او اثرين. الديماند على النورمال برودكت حصله انكريز. لكن الديماند على الانفيرير برودكت حصله ديكريز. تمام? يبقى معنى كده انه ما يقول لي ازاي السوسايتي انكم اثر او ازاي دخل المستهلكين اثر. فهو زاد. فهو الدخل اثر على الانفيرير برودكت انه آآ 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 قلل الطلب على الانفيرير وزود الطلب على النورمال برودكت. تمام? طب. انا هسيب شوية البرايسز اوف ادر جودز وهتكلم على التيست. التيست ده اللي هو ازواء المستهلكين. كل ما اسواء ازواء المستهلكين آآ آآ اتغيرت ناحية برودكت معين. كنا قلناها حتى في المحاضرة اللي فاتت. يما يطلع فاشن على برودكت معين. الفاشن ده او بيشجع الطلب على سباسيفيك برودكت. تمام? فطبعا التيست بتأثر. ايه? لان انا كل ما بشتغل ان انا بغير ازواء المستهلكين ناحية برودكت معين. فده معناه ان انا بشجع ايه? بشجع الطلب عليه. يعني مسلا طلعتي تي شيرت معينة وعملت عليها اعلانات. طلعت بانطلونات مقطعة وعملت عليها اعلانات. فانا بغير التيست عشان اشجع الطلب على النوع ده من الايه? من السلع. بطلع او ابتكارات معينة وبشجع عليها المبيعات. تمام? نامبر فور الايه? التوقعات. والتوقعات هنا انه ايه? انا متوقعة انه الاسعار هتزيد. في يبقى الطلب هيحصل ايه دلوقتي? هيزيد لان انا هشتري اكتر دلوقتي لان انا عارفة ان الاسعار هتزيد. عارفين الاكزامبل الشهيلي معوض لك البنزين هيغلى بكرة انزل فول عربيتك? يبقى الطلب بيزيد دلوقتي لما تعرف انه الاسعار هتزيد في الفيوتر. ولو والعكس صحيح. لو انت سمعت ان الاسعار هترخص فانت هتبطل دلوقتي تشتري كتير على اساس انها لما ترخص هتشتري الاسعار هترخص في الفيوتر. انا بس عايز ارجع لكم هنا للكيرف عشان ابيين لكم الكيرف لانتقل هنا اهو. لانتقل كده. قال لي ايه? انا هشرح هنا النابر تو اللي هي البرايس اوف اذر برودكت. هشرحها وانا بصع الكيرف هنا. عشان افهمكم ايه اللي حصل. بيقول لي ايه بقى? بيقول لي البرايس اوف اذر برودكت. يا دكتور انت مش لسه كنت يقولتني ان اسعار السلع بتتأثر. لما بيحصل shift along the demand curve. يعني انت قلتي لما الاسعار بتتغير الكيرف احنا بننتقل من نقطة نقطة عالكيرف نفسه وبنسميها shift along the demand curve. طب دلوقتي ليه جيتي? قلتي برايس تاني. مش احنا قلنا البرائس ازي بتأثر بتأثير مختلف? اقول لك صحيح. لكن انا كنت بتكلم على يعني ايه? يعني سعر السلع لما يغلى او او يرخص بيأثر ازاي على الشراء من السلعة دي. لكن دلوقتي انا بتكلم على حاجة مختلفة. بتكلم عن سعر السلعة الاخرى ازاي بيأثر عليه? بمعنى. انا كنت الاول بتكلم عن سعر او الفراخ لما يزيد انا باشتري اقل ولما يرخص هشتري اكتر. لكن انا دلوقتي هتكلم عن سعر الميت. سعر اللحمة. ازاي بيأثر على سعر الفراخ? واضح? طيب. ايه الفرق? قال لي ايه الفرق? ان انت هنا. لما كان سعر الفراخ دولار كنا بنشتري ميتين كيلو. ولما سعر الفراخ زاد بقى اتنين دولار الكمية قلت لميت كيلو. او العكس. سعر الفراخ كان اتنين دولار كنت باشتري ميت كيلو في الشهر. لما قال لدولار بقيت باشتري ميتين كيلو بزود الشهر. فده ايه? سعر الفراخ لما زاد او قال اصر ازاي? على الديماند كيرو. اصر ان انا انتقلت من بوينت توانادر بوينت على الديماند كيرو نفسه. طيب. لكن هنا بقى الشفت في الديماند كيرو حصله ايه? انتقل. ليه? قال ليه? اهو. بص سعر الفراخ دولار اهو. تمام? طيب. كانت الكمية اللي باشتريها كام? ميتين دولار زي الرسمة ايه? ما هو عند دولار كنت باشتري ميتين. حلو قوي. طب اهو عند دولار كنت باشتري ميتين. عند الكيرو الاساسي هو بتاع الديماند. اللي حصل ايه? اللي حصل ان انا وانا والفراخ هي لسه بالدولار. لقيت ان انا الناس قللت شراها. قللت شراها. بتشتري كام? مية خمسة وسبعين كيلو. مش ميتين. والكيرو انتقل تولفت بتاع الديماند. ليه? لان انا لما جيت عند المية خمسة وسبعين والدولار حطت نقطة. فوصلت كيرو جديد خالص. الله طب ايه اللي حصل? قال اللي حصل ان اللحمة رخصت. يعني اسعار اللحمة رخصت. فالناس بقت بتشتري لحمة اكتر من الفراخ. يعني بتشتري لحمة بدل الفراخ. معناها بديل. فاشتريت لحمة اكتر. وبقت ايه? تقول سي مسلا. انا كام بشتري مسلا في البيت. اه اه في الاسبوع. في السبعة ايام. كنت بشتري خمس فرقات. كل يوم بعمل فرقة. وبشتري في اليومين دول اتنين كيلو لحمة. مثلا. بعملهم طول الاسبوع. فالله حصل لما لقيت ان اللحمة سعرها رخص. قلت طب وليه طيب ما انا جيب. اه بالعكس. انا جيب اربعة كيلو لحمة. واجيب تلاتة فراخ. اللحمة احسن. ولا فيها عظم ولا فيها مش عارف ايه. والولاد بيحبوها اكتر. واللحمة رخصت. فبقيت بشتري فراخ. اربعة كيلو فراخ. وقللت الخمسة. الخمس فرخات او الخمسة كيلو فراخ. بقوا ايه? بقوا تلاتة بس. عشان كده لقينا ايه? كمية قلت من ميتين لمية خمسة وسبعين. رغم ان سعر الفراخ ما ما تغيرش. بس سعر اللحمة هو اللي تغير. والتغير ده اثر على الطلب على الفراخ. عشان كده ديماند كيرو كله تحرك ايه? تحرك طولفت. ليه? لانه حصل تغير. تمام? يبقى دي. يعني مش بس سعر السلع اللي بيأثر في الطلب عليها. لأ. سعر السلع اللي في السوق اللي قصادها ممكن يؤثر عليه. فقالي بس لازم نفرق ما بين حكتين. ايه هما يا ولاد? ان انا عندي نوعين من العلاقات في السلع. خلينا نقول تلات انواع. يعني السلع دي فيه تلات انواع. فيه سلع. السلع بالنسبة مثلا خلينا نمشي بنفس الاكزامبل. نوع السلع بتاع الفراخ ده. ليه? سلع مكملة وسلع بديلة. يعني ايه? قالي يعني اللحمة سلعة بديلة. يعني انا ممكن استعمل اللحمة بدل الفراخ. ناكل سمك بدل الفراخ. ناكل لحمة بدل الفراخ. فالسمك واللحمة هنا اسمهم سبستيتيوت برودكت. تمام? اسمهم ايه? سبستيتيوت برودكت. تمام? طيب. لو انا بس لو فيه سلعة بتستعمل مع الفراخ كومبليمنتري. يعني ايه كومبليمنتري? يعني ما اقدرش استعمل الفراخ من غيرها. بمعنى مثلا الملح. آآ الفلفل الاسود. تمام? آآ انا ما اقدرش استعمل الفراخ لان انا هجيب الفراخ هاخسلها بالملح وهسلقها بالملح. فالملح مسلا كومبليمنتري برودكت. يبقى هو ايه? ما ينفعش اطبخ الفراخ وداوت الملح. يبقى جيسمها سلعة معاه. لكن الميت والفش هم سبستيوت. سلعة بديلة. طيب. والعلاقة التالتة انه يكون فيه سلعة زي مسلا الحجارة. الخشب. الحديد. دي سلعة ما لهاش علاقة بيها اساسا. لن تؤثر فيها. تمام? مش هتأثر فيها لانها سلعة ما لهاش علاقة بيها اساسا. ليس لها علاقة بيها. هنتكلم بقى دلوقتي على ايه? السلعة اللي ليها علاقة بالسلعة بتاعتي. سواء هم سلعة بديلة لسلعتي او سلعة مكملة لسلعتي. سلعة بديلة لسلعتي او سلعة مكملة لسلعتي. تمام? طيب. سلعة بديلة لسلعتي بنسميها سابستيوت برودكت او سلعة مكملة لسلعتي. فبنسميها ايه? تمام? راحزة يا ولان. تمام؟ ايه. ده بالنسبة ليه عشان كده انا كده فهمتوكو هو ليه كيرف نفسه انتقل من مكان لاخر. يعني فهمتوكو الشفت دي حصلت ليه من مكان لاخر. تمام؟ طب. فضل ايه بقى في العوامل دي? احنا كلمل نعمل على السبستيوت برودكت. اللي هما السلعة البديلة. اه عايزين يقول برضو ليه السلعة البديلة بقى بتأثر ازاي? اللي يعني ارتفاع. او خلينا نقول اللي كنا بنقوله. انخفاض سعر اللحمة ادى لانخفاض الطلب عالفراخ. زي ما شرحنا كده عالكيرف. تمام? انخفاض سعر اللحمة ادى لانخفاض الطلب عالفراخ. في علاقة بينهم ايه اهو? طردية. يعني سعر السلع السبستيوت للبرودكت بتاعي? لما بيقل بينخفض الطلب عندي. تمام? طب لو هما زي التشيكن والسولت زي ما قولنا الفراخ واللحمة. سوري الفراخ والملح. قال لي ايه? لو سعر الفراخ او سعر الملح. خلينا نقول سعر الملح. انخفض. يبقى الطلب عالفراخ هيزيد. لان هما بيستغماله سواء. والعكس صحيح. علاقة عكسية. خلينا اقول مثال اقرب شوية عشان الملح بيستعمل في حاجات كتير. لو قلنا مسلا الموبايل والشاحن بتاعه او البطاري بطارية الموبايل. الموبايل ما بيراقش يشتغل ما بين بطارية بمنوع معين. يعني انتم عارفين كل ماركة لها بطارية بمواصفات معينة ونوع معين. الحمد لله. تمام? فاحنا عند لك كل موبايل ليه بطارية بنوع معين بمواصفات معينة. تمام? فانا ما قدرش استعمل الموبايل ده من غير البطارية دي. اوكي? طيب. يبقى دول اسمهم سلعة ايه? طب هسألكوا سؤال. لو انت جي تشتري موبايل وبعدين ايه? بتسأل عنه طبعا اي حاجة بتشتريها موبايل عربية بتاع انت بتوعب تجمع معلومات. فحد قال لك ايه? خد بالك الموبايل ده قطع غيره غالية. يعني ايه? يعني البطارية بتاعته بالشيء الفلاني. اوكي? بطارية غالية والشحن بتاعه غالي. السماعات بتاعته. قطع غيره بشكل عام غالية. فإيه اللي هيحصل? هل انت هتشتري? لأ مش هتشتري. ليه? لانك عرفت ان قطع غيره غالية. يبقى معنى كده ان ساعات فيه برو دكت بقى كويس جدا. بس قطع غيره غالية فانت تحجم عن الشراء عنه. صح? ليه? لانك انت عشان هتجيبه حتى لو جبته بسعر كويس هتعم تدفع ضعف تمنه. ليه? لانه قطع غيره غالية. عفر لحظة. تمام يا ولاد? يبقى معنى كده ايه? انه انه قطع الغيار الحاجة. لانها كومبليمنتري. لانها ايه? يعني ايه كومبليمنتري زي ما قلنا? بيستعملوا مع بعض. يعني بيستخدموا مع بعض. لانها كومبليمنتري برو دكت. فده معناه ايه? معناه انه لو واحدة فيهم سعرها غالي. الطلب على التانية هيقل. لو واحدة سعرها عالي. الطلب على السلعة اللي هي اللي بتستعمل معها هيقل. ليه? لانه بيولوجيك. انه قطع غيرها غالية. انا مش هشتري. الموبايل نفسه. اشتري ليه? واتكلف اضعافه. لو عربية حد جي قال لك يا يا مني ده العربية مش عارفة فولفو مسلا ولا? دي عربية جامدة جدا. تقوله بس قطع غيرها غالية. فتلاقي ايه? تلاقي ممكن ان عربية ساعات انتوا تشوفوا كده. تشوفوا عربيات جامدة جدا بس سعرها في السوق مش غالي ليه? قطع غيرها غالية. فانت بتقول ايه? انا هشتري العربية سراحل بس هتكلف تمانها عشر مرات لانه قطع غيرها غالية. فتحجم عن الشراء عنها. فيبقى الطلب عليها هيقل. تمام? يبقى مسار العربية بيزيد الطلب عليها بيحصل له ايه? بيقل. اوكي? والعكس صحيح. لو جيت تشتري حاجة وقطع غيرها رخيصة بتلاقي الطلب عليها زي. يعني ساعات عربيات ما تبقاش جامدة خالص. بس تلاقيها مالية البلد. ليه? قطع غيرها رخيصة. فالناس بتقول اقدر اجيبها ليه? لانه نات خبطت آآ سيانتها معقولة قطع غيرها موجودة ومتاحة ورخيصة. يبقى الطلب بيزيد عليها. يبقى معنى كده لو عني سلعتين والسلعتين ده ياولاد. فمعنى كده انه بتأثر على التاني بايه? بشكل ايجابي. يعني لو الاسعار بتاعت واحدة فيهم زادت. الطلب بيقل. ولو اسعار قلت الطلب بيزيد. تمام? علاقة ايه? عكسية. سوري. هي علاقة عكسية. تمام? مش زي السابستيتيوت كانت علاقة طردية. لا. دي زي الكمبيليمنتري. كومبيليمنتري. علاقة ايه? عكسية. اوكي? يبقى في الفاكتور ده. انا عندي برضو نوعين من السلح. وكل نوع بيأثر بشكل مختلف. زي ما قلنا الكونسيومر انكم. كان عندي نوعين من السلح. الانفريل والنورمل. وكل واحد بيتأثر بشكل مختلف. فبردو فيهم نوعين. اكي? هتعالو كده نرجع للفاكتور تاني. اهو. اول اتنين دول. السوسيتي انكم او الكونسيومر انكم والبرايسيز او ادر جود. اللي اتنين دول فيهم نوعين من السلح. الانكم الانفريل والنورمل. وكل واحد بيتأثر بشكل مختلف. يعني ايه? يعني الانفريل برودكت بتتأثر الانكم لما بيزيد بيقلل الانفريل برودكت. والانكم لما بيزيد بيزود النورمل برودكت. يبقى فيه ايه? اثر مختلف على كل طيب من او كل نوع من الانواع السلح دي. والبرايسيز او ادر برودكت برضو فيه عندنا نوعين. سابستيتيوت برودكت وكمبليمانت. السابستيتيوت البرايسيز لما بتاعت واحد. هما البداية اللي بعض. سعر واحدة فيهم يزيد الطلب عالتانية يزيد. لكن سعر واحدة فيهم يزيد الطلب عالتانية ايه? يقلل. وفهمنا التست. انه بيشجع على نوع معين من السلعة الشرق والطلب. وفهمنا وفهمنا شرحناها برضو المرة اللي فاتت وعادها بشكل سريع. انه كل ما اعداد المستهلكين زادوا. ده بيزود الطلب. طبيعي انه كل سوق في الف اه مشتري غير في الفين غير في عشرة. كل ما بيزيد اعداد المستهلكين. كل ما ده بيزود الطلب ع السلع والخدمات وده روجك. التاكسز بقى والسابسايدز الاثنين عكس بعض. يعني اين? الدرايب. لو سلع عليها درايب كتير. طبيعي ان الطلب عليها ما يبقاش كبير. يعني زي السجاير. السجاير للحكومة بتزود الدرايب عليها لانها سلعة اساسا مش ضرورية وبالعكس هي بيعملوا حاجة اسمها يعني بيحاولوا يخلوا الناس مش مقابلين اوي على السلعة المضرة بصحتهم واللي هي اساسا تلعة مش ضرورية. فبيحطوا تاكسز عليها. فكل ما تاكسز تزيد على طبيعي ان الطلب يقل ايه? عليها الناس. كل ما هتلاقي السجاير اسعارها بتزيد. اللي كان بيشرب علبتين هيشرب علبة. اللي كان بيشرب علبة هيشرب سجارتين تلاتة هيحاول يقلل استهلاكه نتيجة فرض الضرائب. طيب عكسها ايه? السبسايدس دي او الدعم او المعونات اللي بتديها الحكومة لبعض السلعة. وده العكس تماما بقى. ليه يا ولادك? قال لي انتي كنت بتحطي الضرائب على السلعة اللي هي ايه? اللي هي رفاهية. السلعة الرفاهية في المجتمع. اللي ممكن البني قدم يستغنى عنها. صحي كده? طيب. لكن عشان تقلل منها الطلب. لكن السبسايدس العكس. انتي بتدعمي السلعة الاساسية والحكومة بتدفع من جبها عشان تدعمها وتقلل اسعارها عشان الناس المجوريتي قدروا يشتروها. فمعنى كده ان السلعة المدعومة الطلب عليها بيزيد. ودي عكس التاكسز. يعني الاتنين عكس بعض. التاكسز بيقلل الطلب. السبسايدس بتايه? بتزود الطلب علي السلعة والخدمات دي. تمام? فكل واحد فيه مؤثره على التاني ايه? مختلفة. تمام? طب احنا كده خلصنا شابتر تو كاملا وراجعنا عليه تاني? لحد صفحة خمسة وعشرين. يعني احنا وصلنا كده لحد صفحة سبعة وعشرين. تمام? هنا بيقول لي ده تطبيق على الديماند شفت. بيقول لي مليون دولار في اللوتري. هيحصل ايه? الديماند هيزيد. تمام? بيقول لي دخلك زاد انت كسبت مليون دولار في اللوتري. في هيحصل ايه? ان دخلك زاد يبقى الطلب هتروح تشتري سمارتفون. هتروح تشتريك موبايل وتروق نفسك بقى. فيبقى معنى كده الطلب هيحصل ايه? هيزيد اه هو زاده من من دي زيرو لدي وان. تمام? طيب اه احنا هنا برضو ده شارحنا. اللي هو الديماند تابل او الديماند سكاجول. والديماند كيرو بترسم ازاي من الديماند سكاجول. هنا بيحسب لي الديماند. بيحسب لي الديماند دي برايسس. وبيحسب لي الديماند بتاع الاس ديماند بروس ديماند كارمن ديماند ماركت ديماند. يعني ايه? يعني هو عايز يقول لي ان الطلب في السوق هو مجموع طلب الافراد في السوق. فلو لو الاس اشتري تمانية واشتريت خمسة وبروس اشتريت خمسة وكارمن اشتريت واحد يبقى مجموحهم فور تين. وده لما كانت الايه? البرايس فور موبي تو دولارز. لما غليت لفور دولارز. الاس قللت اتنين. بروس قللت اتنين. كارمن ما بقيتش تشتري خالص لانها قريدي كان بتشتري واحد. فبقى الماركت ديماند كام ناين. لما السعر ازاد من فور تو سيكس. الاس اشتريت اربعة قللت تو. بروس اشترت وان قللت تو. وكارمن استيل زيرو. فبقى اتطلب في السوق فايف. لما البرايس زادت لات. الاس قللت اتنين. بقت اشتري اتنين بس. بروس لقت نفسها ما معاش غير واحدة والسعر ازاد ما قدرتش خالص. فبقت اشتري زيرو. وكارمن زي ما هي زيرو. لان ما كانت من الاول ما معاياش. يبقى اتطلب في السوق بقى ايه? اتنين. اللي هو الاغنية قوي اللي قادرين لسا يفايتو او يحربوا او يشتروا من المنتج ده. فهو بيفصصلك الانديفيديول والماركت ديماند كيرب بيحصل ازاي? يعني ليه? لما الاسعار بتقل الناس بتتأثر ازاي? وجاب لك تلاتة. في السوق كل واحد امكانياته مختلفة. استجابه ازاي للزيادة في السعر? تمام? طب رسم كل كيرب بقى اكون لي. بيقول لي ايه? هنا الماركت ديماند كيرب فور دا موفي برويك. فرسم الكيرب ده كيرب بتاع كارمن. والكيرب بتاع بروس. والكيرب بتاع الاس رسمهم مع بعض. ده كارمن. كارمن يعني هي كيرب لخضرة دي. اللي هي اشترت مرة واحدة بس. بعدين بروس اللي بعديها. بعدين الاس اللي هو يعني اخضر والاصفر والاحد. تمام? وده الماركت ديماند بقى بيبين لي الماركت ديماند ده الاختلاف ما بينهم كلهم. مجموحهم كلهم. تمام? الماركت ديماند فور دا ايه? فور دا موفي. اوكي? يعني جمع لي كل الجدول. رسم كل رقم. يعني هنا اتنين وتمانية اربعة وستة رسم كيرب. وبعدين قالك اتنين وخمسة اربعة وتلاتة رسم كيرب. بعدين اتنين واحد اربعة وزير ورسم كيرب. وعمل مجموحهم ده. اوكي? دي ابليكيشنز يعني عشان تبقوا عارفين. اه الدنيا مشي ازاي? اوكي? تطبيق على اللي احنا اخدناه. تمام. تمام. آآ نجيب لكم جزء بس تاني عايز اقوله بالمرة قبل ونتخل في احنا كده بس دي الجولز اللي احنا عشان نبقى عارفينه ان احنا غطينا كل حاجة. اول حاجة احنا عرفنا القانون الطلب واشتقينا منه وحركة الديمان اللي هي وبعد كده السبلاي احنا ليس هناخده المرة الجاية دي للمفروض ان احنا احنا قده اين لقف ده? آآ تشابتر آآ كوفرد. تمام? اتخذنا بتاع الديماند و اللقف ديماند. بعدين عرفنا هنا. الديماند كورف ازاي بيترسم? وشكل السلوب بتاعه ايه? بعدين آآ والبرايسز بتتأثر ازاي? بعدين عرفنا الشفت ان ديماند كورف والموفمينت الانجة ديماند كورف. وبعدين آآ كل واحدة فيهم ايه? وبعدين عملنا هنا الديماند رفرز تو ده ده واحنا قلنا؟ شو قلنا دي? الديماند ريفر تو آآ الو انجاتات واجل بر 용ت. تماما قلناها. واقلنا اكل واحدة بترفر تو ايه? اآ بعدين اسمنا الديماند كورف وقلنا ان الهيه الشفت او ايه؟ بسته كورد حركتنا من الالب دي وبعدين دي خدوا بالكم يا جماعة من دي نقطة مهمة جدا كويس ان احنا قبل ما نخلص النهاردة مهمة جدا انتم تبقوا عارفينها ودي غلطتكم يعني الغلطة اللي انتم بتغلطوها طول الوقت لما اجي اقول لكم مسلا اعملوا حاجة مع الرسمة بتقوم ملخبطين ما بين الاتنين شفت دي يعني الحركة بتبقى يعني ايه كلمة يعني على طول تمام برضو يعني ايه عارفين لما اقول لكم ايه يعني انا بمشي على البيتش بمشي على الشط كلمة يعني انا بمشي على الكورنيش ما مشي على الكورنيش دي معناه ايه ان انت بتمشي بموازيا للبحر بحيزة البحر على طول خط البحر تمام لا بتخش جوه البحر ولا بتطلع برة مثلا على طريق العربيات تعدي الشارع او تمشي يعني لا بتمشي شمال ولا بتمشي مين انت بتمشي على الخط الموازي للبحر على طول خط البحر فموفمين تالونج دا ديماند كيرف ان انت بتتحرك الونج دا كيرف لا بتتحرك تو ريت ولا تو ليفت ماشي فدي نقطة مهمة جدا فكلمة الونج دي لان انتو بتغرطوا فيها في true false او في mcq وساعات لما بترسموا كيرف بتدير غلطة common الشائعة ان انتو تقوموا يعني بترسموا كيرف دا مكان دا ودا مكان دا وتتلخبطوا فدي مهمة قوي نحنا نعرفها نمبر تول غلطة الشائعة برضو ان انتو لما بتيجوا تقولوا اسباب الموفمين تالونج دا ديماند كيرف تقولوا الاسباب دي هي الخمسة فاكتور لا غلط الاسباب اللي بتعمل موفمين تالونج دا ديماند كيرف هو بس اهو بصوا اتشينج in price مفيش حاجة غير غير التغير في السعر التغير في السعر بس هو اللي بيعمل الموفمينت الونج دا ديماند كيرف مفيش حاجتين بتعمل كده ليه يا ولاد اه 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 انا قلتها لكم اه 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 احنا شرحنا ليه لما شرحنا عند دولار كانت ميتين لما قلنا مسلا ان الفراخ كانت بدولار اشترينا تو هندرد ولما بقت بتو اشترينا هندرد ولما وصلنا النقط دي يعني تقاطع الاتنين بالمية والواحد بالميتين حطنا نقطة ونقطة ووصلناهم طلع ان احنا اتحركنا بس من النقطة ايه للنقطة بيع الكيرف نفسه حلو جدا طيب اما انا احفظها ازاي او ما اتخبطش فيها ازاي احنا بنقول اللي بيعمل الموفمينت الونج دا ديماند كيرف فاكتر واحد بس هو ايه السعر هو ايه البرايس بدن فاكتر واحد بس فبيعمل موفمينت فروم بوينت تو بوينت الونج دا ديماند كيرف يعني بيتحرك من نقطة نقطة على الكيرف نفسه ليه لان هو فاكتر واحد ضعيف مش قادر ياه يزوق غير انه بيزوق من نقطة ايه النقطة بيه عالكيرف نفسه مش عالكيرف مش عالخط زي ما بيقول لا بيقدر يروح يمين ولا شمال لان هو فاكتر واحد وحيد هو اللي بيقدر يؤثر تمام امال هنا دي بقى الشفت ان ديماند كيرف او الشفت اوف ديماند كيرف الاتنين صح او الشفت للانتاير ديماند كيرف دا بيخلي ديماند كيرف كله ينتقل يعني بصه الديماند كيرف الاساسي كان هو ده اللي باللون البرون وانتقل للون البلو دا فانتقل كليتا من مكان لمكان يعني بص النقطة ايه على كيرف والنقطة بيه على كيرف تاني خالص كانت هنا النقطة ايه والنقطة بيه على كيرف نفسه لكن هنا النقطة ايه على كيرف ونقطة بيه على كيرف تاني خالص ليه لانه انتقل انتقل فاحنا واحنا شرحنا ان كانت الفراخ عنده دولار الراجل كان بيبيع ميتين كيلو فجأة كده تاني يوم لقاهم مية خمسة وسبعين ايه اللي حصل يا جماعة قالوا له اصل لحمة رخصة فالزباين كلهم اتسحبوا لسوق اللحم يعني الزباين كلهم بقوا بيشتروا لحمة بدل الفراخ عشان كده الطلب قال له علي طب خلوني اقولها لكم حتى بالعكس لو عند دولار كانت النقطة به هي الستارتنج او البداية كان الراجل ده بيبيع في اليوم مية خمسة وسبعين كيلو عند الدولار فجأة كده لقا تاني يوم بيبيع ميتين كيلو قال الله ايه الحلوة دي انا ايه اللي زود المبيعات عندي كده قالوا له اصل اللحمة غالية نار فالناس بقى تشتري فراخ بقى تشتري فراخ بدل شراء اللحمة فعلشان كده المنحنة ده غير يبقى ايه اما بالزيادة او بالنقصان الكيرف بينتقل فنحفظ بقى ايه نحفظها ازاي الشكل ده قال لي عشان هم خمس عوامل خمس خمفايف فاكتورز فهم جروب فاكتورز كطار فقدروا يزيحوا ديماند كيرف من مكانه يمين او شمال لكن في الاول كان السعر لانه فاكتور واحد لوحده ما كانش بيقدر غير انه يزق من نقطة لنقطة عالكيرف نفسه لكن دول لانه هم خمس عوامل مع بعض قدروا يزق الكيرف تو رايت او تو ليفت يعني قدروا يحركوا الكيرف الانطير ديماند كيرف تو رايت او تو ليفت من مكانه المكان تاني وبالتالي عملوا الموفمينت دي حركوا الموفمينت دي تو رايت او اي او تو ليفت اتمنى تكون انتوا كده فهمتوها وعرفتوا الفروق ما بينهم واحنا كده الجزء بتاع ديماند خلاص احنا نخش في شابتر ثري بقى المرة الجاية هنشرح السابلاي وهنشرح درس اسمه وانه درس لو عايز فيه يعني عايز تركيز جامد جدا وفاة فاتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا آآ موجودين وحضرين عشان نفهموا سوا ولا عندكم اسئلة ويبقى فيه تفاعل وده هيبقى هيفيد وهيبقى مفيد اكتر تمام آآ حاجة تاني بس هنعايز اقولها قبل ما نقفل الكلاس النهاردة احنا وقتنا خلص الحمد لله بس هقول لكم بس مهمة جدا ان احنا اديتكم انا عملتهم ابلود على الكلاسرون وديتهم لكم حتى في الفيزيكا المرة اللي فاتت شرحنا نعملهم ازاي التوتوبكس دول واحدة كانت او تدخل الحكومة في الماركت بتاع الديماند والسبلاي والساكند وان هو الديترميناشنز بتاعت الويدجز او السلري للليبرز برضو في الماركت والديماند والسبلاي بيتأثروا ازاي التوتوبكس دول سواء تدخل حكومة في السوق او تحديد الاجور في السوق العمل الاتنين دول هتختار واحد فيه وهتكتب الفين كلمة يعني صفحتين تلاتة بس هنكتب في one of them صفحتين تلاتة هنشرح التايتل ده هنسرش على جوجل او تسرشه باي تشوفوا الناس اللي كتبت في الكلام ده قبل كده اللي بنسميها الليتريتشر ريفيو الليتريتشر ريفيو يعني ايه الدراسات السابقة في الموضوع تبصوا الناس اللي كتبت في الموضوع ده سواء في رسائل ماستر او بيتش دي او ابحاث عادية نشرت او مقالات او بصوا الناس كتبت في الموضوع ده ازاي قبل كده وتبدأوا تكتبوا لي كده او اللي هي يعني انتوا استفدتوا ايه او وصلتوا لايه في البحث ده في صفحتين او تلاتة بما يوازي حوالي الفين كلمة يعني احنا عملناهم كده قلنا الصفحتين او تلاتة يساووا كام فلاقيناهم حوالي الفين كلمة تمام؟ طبعا يعني اكتر من كده اوكي طبعا حلو جدا اقل من كده برضو شغال يعني مفيش مشكلة بس اتمنى انه انتوا تحاولوا تبقوا وذن يعني حاولوا نبقوا وذن تمام؟ او يعني نحاول نكون وذن الفين كلمة ما يبقاش ما حدش يجيب لي بارجراف او صفحة او كلمتين لأنا عايزة يبقى فيه شغل عايزاكوا تقرؤ عايزاكوا تفهموا عايزاكوا تطلعوا عايزاكوا كمان بعد يعني ده انا هدخله في الامتحان لان احنا هنفهم وهنكتب وبالتالي هيبقى عندنا معلومات فانا ممكن هجيب منه اسئلة علشان دايما ما تبقاش الاستفادة بس الكورس اللي احنا بنشرح منه بس يبقى عندنا احنا بندرس والاكينوميكس ده فنبقى فاهمين وعارفين ومتطلعين على الاحداث وقدرين نسيرش وقدرين نقرأ وقدرين نستفيد فده هيفرق كتير جدا وهبقى مبسوطة لما هلاقي وهلاقي كويسة وهلاقي كتابة كويسة وهناقشكو فيه ان شاء الله بس احنا ايه يعني ملتزمين بالكورس كونتنت ان احنا نخلصه فانا هدي بس البيوريتي ان احنا نخلص الجزء اللي علينا وبعد كده نحاول ايه نزود ان شاء الله والانفو بتاعتنا مور وندخل الجزء ده تمام آآ كنت اتمنى الصراحة انه يبقى في حضور واقول لكم حد عنده اي اسئلة ويبقى في بيننا انتر اكشن كده آآ انا عارفة ان انتو بتسمعوا الريكوردد ف يعني ايه في الايام الجاية يبقى حتى في الانلاين في حضور لانه الانلاين ده ياولاد برضو فيري امبورتنت مش بس حضوركم في الكلاس مهم حضوركم في الانلاين مهم لانه احنا بنكمل حتى لو بنرجع حاجات بنقولها فيزيكالي فبيبقى عايزة يعني يعني انا استفادة ان انتو حاضرين بسمع الفيدباك بتاعتكو بسمع انتو فاهمين ولا لأ حد بيقول لي ايدي الجزء ده حد بيقول لي مش فاهم الجزء ده حد بيسأل سؤال اقتصادي وبننقش وريليتد حد بيعرض بنيفهمها اكتر وبنطورها فانتو ما تتخيلوش قد ايه بيفرق انه يبقى فيه بيننا الانلاين دي مهمة جدا حتى لو العدد كله حضوره صعب فيبقى فيه حتى يعني من للتانية يبقى فيه شوية يعني عدد لانه ده هيدي للانلاين يعني هيخليكم بتستفادوا وهيخليني انا عارف انتو ايه الحتة الصعبة والحتة السهلة خدوا بالكم ان انا طول الوقت عمال اشرح محدش بيوقفني فانا ما ببقاش عارف الفيدباك ما ببقاش عارف انتو فهمتو تمام كله 100% ولا فيه مشكلة ما ببقاش عارف الدنيا كده بسيطة مفهومة المعلومات وصلة كلها ولا لأ فارجوكو حولوا قدر الامكان انه يبقى فيه بوي or another هتفرق معنا كتير وهتفرق معكو انتو كمان هتفرق معي انا في الفيدباك وانه يعني هعملوكو اضافات افضل وهتفرق برضو ان انتو تكونوا اه مستفيدين انا بس هعمل وقبل ما اخرج معاكو استنوا نقفل ده عايز احط لكم الـ powerpoint دي اه برضو هي المذاكرة من الكتاب مش من powerpoint عشان بس تبقوا عارفين يعني الـ powerpoint دي مش ملطوبة من ان انتو تذكروا من بس انا هحاول احطها لكم بس يمكن بس مش المرادة عشان انا عندي محاضرة بعديكم لو لقيت الدنيا لطيفة استنوا كده طيب بصوا المرة الجاية لو انا حتى في البيت انا حاول اعملها لكم upload بس انا خايف اعمل لكم upload تعتمدوا عليها 100% في المذاكرة لانها مش كافية انتو عارفين الـ powerpoint بيبقى فيها بس وpoints ما بيبقاش فيها فانا بعد اذنكم عايزة المذاكرة تبقى من الكتاب مش من الـ powerpoint فانا لو حطتها حطها استرشادية بس يكون فيها الكربات يكون فيها تلخيص يكون فيها شرح ريفرنس جديد لكن ما يكونش منها المذاكرة والمذاكرة من الكتاب وانا بقوله بنبه لان هو ده اللي بيجي منه وسائلة الامتحان احاول اعملها لكم قبلوط بعد كده ان شاء الله يا رب يكون احنا الدنيا واضحة ومفيش اي اسئلة وقابلكم ان شاء الله باذن الله اه كمان انا عندي دلوقتي اونلاين دفعة تانية بس قابلكم ان شاء الله من 12 ونص لتنين فيزيكالي في الليكتشر في المحاضرة في المدرج نتقابل مع بعض ان شاء الله اشوفكم على الف خير وشكرا جزيلا لحضراتكم باي باي يوليد مع السلام